اكد مشاركون في فعاليات المنتدى الشبابي تمكين الشباب لاستدامة المياه والطاقة الذي اقيم ضمن فعاليات المؤتمر العالمي الاول للمياه والطاقة وتغير المناخ اكدوا على ضرورة الاستفادة من الفرص المتاحة نتيجة التطور التكنولوجي لتمكين الشباب من صنع مستقبل افضل المشاركون شددوا خلال الجلسات النقاشية على ضرورة اتباع بروتوكولات العمل الحديثة والارتقاء بها من خلال ما توفره التكنولوجيا من اختصار للوقت والجهد مشيرين الى ان جيل الشباب مستعد للتطورات والتغيرات التي حدثت في العالم كله من خلال اطلاعهم ومتابعتهم لكل المستجدات والمتغيرات في العالم هذا وتخللت الجلسات استعراض مدى تأثير الكوادر الشبابية في الصدامة المياه والطاقة من خلال العمل الجاد والتفاني والاخلاص والاصرار على تحقيق الهدف الذي يخلق الرؤية والمصاقية والوضوح والالهام للاخرين لاتخاذ اجراءات سليمة ومبدعة ومبتكرة لمختلف التحديات في قطاع الطاقة والمياه ترجمة نانسي قنقر